بسم الله الرحمن الرحيم هذا في الدرس سوف نرى تطبيق للأمثلة السابقة اللي شفناها على الـ Array Initialization نفس الأمثلة اللي شفناها سابقاً أول شيء المثال الأول اللي هو الطريقة التقليدية عندنا هنا لاحظة سواننا Array وبعد كذا بدأ يعبيها وانتهى الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الجديدة اللي شفناها راح تسوينا Array مرة واحدة خل نشوف كيف تشتغل طريقة هذي سواننا الـ Reference راح بسطر واحد سواننا الـ Reference بعد كذا شاف عدة العناصر اللي مودودة قال انها ستة سوالي Array فيها ستة عناصر ثم بعد كذا راح يبدأ يعبيها الآن Array is going to be initialized ثم بعد كذا بدأ يعبي العناصر اللي في الـ Array عباها كلها Array Initialization is finished نتهينا من الـ Array Initialization الآن بس يربط الـ Reference بالـ Array وانتهى من السطر هذا طبعا السطر هذا أنا مسوي له comment لكن بس عشان علمك أنه wrong you cannot do it ما تستطيع انك تفصل العملية هذي إذا كنت تبغى initialization مرة واحدة كذا ما تستطيع انك تفصلها في two statements يجب أن تكون statement واحدة الآن نشوف الحقة الـ Character راح يسوينا Char Array هذه الـ Array الجديدة وراح ياخذ فيها القيم اللي موجودة عندنا فيقولك Array is going to be Initialized لاحظ هنا يقولك الآن نسوي Initialization للـ Array لاحظ الخطوات أول شيء يسوي الـ Reference زي ما انت شايفينه بعد كذا يسوي الـ Array زي ما انت شايفينه بعد كذا يربط الـ Reference مع الـ Array باستخدام إذا جاء ينفذ assignment طبعا للمعلومية إذا كنت مهتم لاحظ أن الـ Array هذه فيها String اللي هو رياض كلمة رياض وفي الحقيقة فإن String في الجافة لو تعمقت في الجافة تبغى تعرف أن String هو عبارة عن Array of Char يعني داخليا الـ Implementation هو Array of Char طيب خلي نشوف كيف الآن نسواها فهذه الرياض عباها عبّينا الـ Array Initialization is finished الآن يربط الـ Reference بالـ Array ربط الـ Reference بالـ Array صار عندنا الـ Array موجودة ولاحظ أنه دائماً الـ length automatically يضعه لك الآن هذه البوليان هنا راح نسوي 3 variables كل variable راح نعطي قيمة مع أن ندخل بالـ Array إلى الآن الآن الخطوة اللي بعدها راح ناخذ قيم الـ Variables هذي ونحطها في Array فهذا سوونا الـ Reference حق الـ Array أول شيء الجزء اللي سار بعد كده الآن جاء يسوي لنا الـ Array نفسها وحجمها ثلاثة لاحظ أنه عدت هنا وقل ثلاثة ثم بعد كده الآن لاحظ أنه راح ياخذ لنا قيم الـ Initialization راح ياخذنا قيمة كل variable ويضعها في الـ Array زي ما نشايف ياخذ الفولس يضعها هنا وياخذ الفولس الأخيرة ويضعها هنا وبالتالي انتهينا من الـ Array Array Initialization is finished فالخطوة اللي بعدها هو أنه يربط الـ Array بالـ Reference حقها أزين؟ إذن زي ما قلنا الخطوات الثلاث نسوي Reference هنا Declaration نسوي Reference في Stake الخطوة الثانية نسوي Allocation للـ Array في الـ Heap زي ما كنا نسوي في الـ Objects ثم بعد كده الـ Initialization نعبي الـ Array بالـ القيم ونربطها مع الـ Reference حقها المثال الأخير هو Array of String سوانا الـ Reference هنا بعد كده الآن جاء يعد 12 String اللي هي عد أشهر السنة الآن سوانا Array فيها 12 String لاحظوا أنه الـ Initial Value لأن String عبارة عن Object راح نتكلم عن Array of Objects لكن لأنه كل عنصر هنا Object فأنه راح يحط لنا Null والـ Null هذي تختلف عن الـ Null اللي تكلمت عنه في الـ Character الـ Null هناك Character Null اللي هو N-U-L بس والـ N-CAPITAL والـ U-CAPITAL والـ L-CAPITAL فهذاك حرف اسمه Null N-U-L هنا هذا Null غير مع أنه كله في المتين شبيهات وبعض لكن هذه غير تماماً هذه تستخدم في الـ Objects إذا عندك Reference الـ Object والـ Reference هذا ما يأشر على شيء فإن قيمته الابتدائية هي Null دائماً فإن قيمة الابتدائية الـ Objects بالنوع String بين القيمة الابتدائية حقتها تكون Null دائماً ما عبّيناها زي ما أن القيمة الابتدائية للـ Array البوليان تكون فورس كلها والقيمة الابتدائية للـ Array تكون Null كلها بس Null مختلفة ثانية والقيمة الابتدائية للـ Array Double تكون صفر كلها الآن بعد كذا يبدأ يكمل يعبينا للـ Array يعبينا العناصر اللي في الـ Array وخلص الآن Array Initialization ويربط الآن الـ Array بالـ Reference الخاص فيها وانتهينا من العملية العملية ترجمة نانسي قنقر